فيه نظام حقومة وقدامك معارضة وبالتالي بتعارض من أجل المصالح العليا للدولة المصلية النهاردة أنا استمعت للسادة المرشحين للأمانة في كل وسائل الإعلام وعملت تحليل مضمون باعتبر العمل فيه تحليل مضمون رائع لكل مرشح قدر يميز سواء كان برؤيته سواء كان بطرحل بعض القضايا وبعض الزملاء فيه بعض القنوات تحليل مضمون ده في المتابعات الإعلامية في الإعلامية وفي الصحف وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا هم تكلم بشكل علمي آه فطبعا لا فيه قواصم مشتركة وفيه قواصم مختلفة العضية مش انه هم طرحوا رؤى ومقاربات مختلفة اللي تكلم على موضوع الأمن المائي لمصر اللي تكلم على تعديل بعض الاتفئيات بعض اللي تكلم على الأولويات البعض تكلم على المشروعات التنموية اللي ممكن يقوم بيها لا فيه طرح جيد مش مجرد أديولوجية حكمة لكل مرشح حتى مخبط المواطن المصر والرأي العام الناس شافت شافت ده النهاردة والإعلام لعيد دور مهمة في هذا الإطار فزي ما بقول ده حينعكس على عمل الأحزاب لازم الأحزاب تخرج إلى فكرة التعددية أستاذ محمد يعني النهاردة الناس لازم تعرف أسماء الأحزاب عندك حزم عريق زي حزب الوفد الناس عارف حزب الوفد منذ سنوات طويلة لكن أيضا عرفت الأحزاب الأخرى عرفت حزم الشعب عرفت الأحزاب نهاردة عندك فيه نوع من الزخم اللي لازم حتى تستثمره بقى بمعنى إيه أنه نتائج الحوار والحوار للأمانة إحنا اتحرقنا فيه والجميع شارك فيه على قدر من المساواة وبزل فيه الأستاذ ريقر شوان والمجموعة التي كانت تعمل بجواره للأمانة جهد كبير جدا في هذا الإطار والأحزاب شاركة والشخصيات العامة نهاردة خلينا استثمر في هذا الإطار ده مهم جدا لنا لأن إحنا كلنا هنربح من العملاء الانتخابية يعني الرئيس القادم ومن معه إحنا هنربح جميعا من هذا صحيح يعني حركت حدست أكثر من مرة عن الحوار الوطني وهمية هذا الحوار الوطني يعني نحن نتحدث عن الحوار الوطني وكيف استطاع أن ينقل الحياة السياسية في مصر نقلة نوعية وجعله مباراة في اختيار الأفضل بروح الوطنية المصرية الأي مدى يعني نضع الناس في المجهودات التي تمت من خلال هذا الحوار الوطني وتعبيد الطريق حتى نصل الانتخابات الرئاسية 2024 خلينا نقطة مهمة أوي الحوار الوطني المصري دعا إليه سيادة الرئيس كما تعلم فيه كان بصورة مباشرة وكان دعوة كريمة في حفل إفطار العائلة المصرية وضع إليه دون أن يكون هناك ضغوطات بمعنى أن في حوارات في الإقليم أستاذ محمد اتعاملت تحت ضغوطات من داخل الدول يعني كان في عديد من الدول في الإقليم شهدت حوارات وطنية إحنا عملنا الحوار الوطني في ظروف خاصة بالسعي لتغيير نمط الحياة الحزبية في مصر إحنا مش قضية الكم والكيف بالمناسبة القضية مش كم عدد الأحزاب اللي موجود مهمة دلوقتي الفعالية إن فعالية الأحزاب يجب أن تكون هناك فعالية كبيرة وتشارك هذه الأحزاب في إسراء الحياة السياسية وتطرح رؤيتها وكان في مدرستين في ده مدرسة تقول لك أنه إحنا محتاجين عشر أحزاب أو أقل القضية مش كم وأول إحنا نزود الحالة الزخم في الحالة الحزبية ونزيد عدد الأحزاب هقول لحضرتك النقطة المهمة في بعض دراسات النظم السياسية تقول لحضرتك إنك من الممكن أن الحزب الذي لا يدخل مجلس النواب مرة واثنين وثلاثة هيعاد تقديم نفسه مرة أخرى ويغير برامجه ويعمل في أفكار كتيرة جدا عشان تطور الحالة الحزبية احنا مش بنقول نشطب الأحزاب اللي ما بتشاركش في الحالة السياسية أو لا تشارك في المؤسسات لكن بنقول إن الأحزاب بتقوى إزاي يا أستاذ محمد إما أن تندمك أو تأتلف أو تتحد صحيح ده بيقوي بنية الأحزاب في أي دولة في أي نظام سياسي فالنهاردة فيه دعوة إن الأحزاب تخرج من حالة السكون اللي هي موجود الناس لازم تعرف برامج أنت لسه مقبل على انتخابات محليات وبعد شوية هتدخل على انتخابات برلمانية فلازم النهاردة كل ده يتعمل ودي نقطة مهمة جدا وأنا بتكلم في الفعالية هنا فعالية المؤسسات إن لازم جلسات مجلس النواب ترجع تتبس مرة أخرى بعضها مش اللي جان بس أمام الرأي العام الناس لازم تعرف دورها وشغلها المجلس بيقوم بدور كبير جدا فيه كوادر كبيرة جدا في مجلس النواب لكن الناس بتعرفهاش الناس بتفاجأ بالتشريعات طلعة لا الناس لازم تعرف التشريعات اللي طلعة ده من حقنا كرأي عام نعرف ده الإعلام بيقوم بدور كبير الجلسات لازم يتعاد فيها النظر في هذا أنا ليه بقول بفعل الحياة السياسية في مصر لأنه فيه جزء مهم جدا سيد محمد الدولة بتقوم بجهد كبير جدا لكن الحكومة مش قادرة تسوى لحجم الإنجاز اللي حصل انزل الريف النهاردة وبص على الريف هل ده الريف اللي كان قبل حياة كريمة اختار بعض الكرة وأنا أتمنى ده يتعمل النهاردة أو بكرة طوال ثلاث ايام بص على المقرات اللي اتعملت طاليق بالدولة المصرية كانت المقرات في الريف شوف حياة كريمة عملت ايه في القرى اللي دخلتها النهاردة حاجة مبهرة النهاردة وسائل الإعلام بتنقل ده على فكرة في المحافظات الريفية تقولك ان النهاردة احنا بنزه بما تم من المشروع دكتور يعني دائما ما يتم الرهان على الرقم هام في المعادلة وهو المواطن المصري طبيعي كيف ترى ان هذا المواطن اللي اختار طريق التحديات الصعب عشان يتعامل مع وضع عايز يغيره ليس بمبدأ المسكنات انه هو يتعامل بمبدأ الحلول الجذرية الاي مدى شايف حضرتك الرهان على المواطن المصري اتى بثماره ودائما ما كان يقف وراء الدولة المصرية في مختلفة محديات سواء البرامة الاقتصادية التحديات الخارجية يقف المواطن المصري في ظهر الدولة المصرية كيف ترى رهان على المواطن المصري نشوف انا في تقديري دائما اراهن على المواطن المصري المواطن المصري البسيط اللي هو ممكن يقف جنب الحكومة وجنب الرئيس وجنب مؤسسات الدولة لكن ما بين قسين لكن يحتاج الى امرين لابد من شفافية ولابد من لغة الصراحة عشان كده احنا ما جينا نعرض انجازات الحكومة وسادة الرئيس حضر في المؤتمر وانت شفت ازاي الوزراء بدأوا يتكلموا سادة الرئيس كان بيتكلم رئيس عبد الفتاح السيسي حول ما يشعر به المواطن هو بيتكلم كان بيوجه اسئلة للوزراء هتعملوا ايه فكذا وزير القهربة وزير التموين الوزراء على كم يوم احنا عدناهم وشوفنا هذا هذه هي الرسالة المهمة ان انت تنقل رسالتك الى المواطن المواطن بيسأل حضرتك النهاردة هتوفر لي ايه في السلع الاستراتيجية ما انفعش تدي له حلول المسكنات بسيطة هتقول لي ده اجراءات لا مش اجراءات لازم نتكلم كلفة حياة المواطن النهاردة تكلفة حياة المواطن بالفعل فيه اعباء لكن انت خلي المواطن شريك فيه القرار اللي انت تقول له اشتركوا في القناة